بوسعيد اليوم أنت في حالة بصراحة يعني لماذا؟ لا شاهدك طبيعي بصراحة يعني هناك تنشن هناك شيء داخل لبوسعيد بوسعيد ليس كالعادة ليس كالطبع الذي تعودنا عليه في كل أمسية لا 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 اليوم نحن كلنا مع فرحة وطن لأن الوطن كله فرحان بخسارة لالي وبالتالي بدأ يعني بوسعيد أنا لما قلت فرحة وطن وكرت تتكلم على العيد الوطني على ليلة راس السنة يعني اتذكرنا اتذكرنا يعني اتذكرنا فواز وكاس الخليج جاي من البحرين بس فرحة وطن بخسارة الاهلي يعني اليوم نحن بدأ الدوري من يديه بخسارة الاهلي أنا مرد لك البارحة لمصلحة المسابقة لو خسر الاهلي هذا البارحة قداء يعني لكن أنا بغي أسأل فرحة وطن أنا هي كبيرة فرحة وطن لأنه محد زعلان إلا جمهور الاهلي وبالتالي لكل فرحة أنت زعلان صراحة أنا زعلان لأنه خسر الاهلي وبالتالي لكن إذا بنرجع لقد قداء لقطتين فقط يعني في رادارية حتى لا نفوت الفرصة لقطة الطريفة قط في ملعب الوصل وتابع الليزر يعني يخوف يقولون سبب خسارة القط لا لا اتحسب مطبخ طيب ما هي تعليقاتهم على رادارياتها هاي في ملعب الوصل على فالخير فالخير خاك سوادي ربيعي هبش هبش الأهل النهار طيب اللقطة الثانية لمساعدة